وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في مشروعات إدارة مياه الأمطار في الأسكندرية وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختم زيارة الأسكندرية أكد مدبولي أن إدارة مياه الأمطار ستتم الاستفادة بها في مشروعات الدلتة الجديدة السنة اللي فاتت إحنا بدأنا تنفيذ منظومة متكاملة بننفذها النهاردة علشان نفصل الحقيقة شبكة الصرف الأمطار عن الصرف الصحي عشان يبقى كده نقدر على طول بمجرد نزول الأمطار بنقدر نصرفها بصورة سريعة والأهم إن إحنا نبدأ توجيه هذه المياه الأمطار إلى مناطق معينة لمجموعة من البحيرات والمصارف والترع اللي بعد كده هي دخلة معانا في مشروع الدلتة الجديدة يعني بنستفيد من هذه المياه إن إحنا بنوجهها إلى أماكن الترع والقنوات اللي بعد كده بتوجه إلى مشروع الدلتة الجديدة وده مشروع ملاق طبعا كلنا بنتابعه كمشروع قومي للدولة المصرية لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن الحمد لله الجزء اللي إحنا نفذنا السنة الفاتت وهم كانوا ثلاث مناطق تحديداً وبيمثلوا حوالي 12% من كمية المناطق أو كمية المياه الأمطار اللي كانت بتنزل على المناطق اللي دايماً بيبقى فيها مشاكل الحمد لله لما يعني تنفذت بالكامل المواطن شعر تماماً إن ما فيش أي مشكلة وابتدت فعلاً الحمد لله المواطن السكندرية حس بالرضاء التام على ما تم تنفيذه